اشتركوا في القناة والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إلكتريك وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة من أجل توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية وذلك نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة خاصة في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك أجهزة الرئي الحديثة بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة ومن ثم خفض الفطورة الاستيرادية كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الرئي واتصالاً بالزراعة واستصلاح الأراضي تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة الساعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ترجمة نانسي قنقر